لازمنا في أحداث سنة أربعمائة وسبعة وأربعين وأمر أهل الكرخ الشيعة وأمر أهل الكرخ أن يؤذنوا في مساجدهم سحران الصلاة خير من النوم في هذه السنة وقعت الفتنة بين الفقهاء الشافعية والحنابلة ببغداد وهجم الحنابلة على الشوافع لماذا؟ إنهم ينكرون عليهم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم لأن الشوافع يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم ويعدون البسملة جزءا من الفاتحة في صلواتهم ومنعوا من الترجيع في الأذان والقنوط في الفاجر ووصلوا إلى ديوان الخليفة ولم ينفصل حال وأتى الحنابلة إلى مسجد بباب الشعير فنهوا إمامه عن الجهر بالبسملة فأخرج مصحفا وقال أزيلوها من المصحف حتى لا أتلوها الخلافات قائمة بين هذه المجموعة وتلك في حوادث سنة أربعمية وثمانية وأربعين لا زالت الحوادث متصلة وفيها أمر الخليفة بأن يؤذن بالكرخ والمشهد المشهد والمشهد الكاظمي المشهد حينما يطلق هنا في كتب التأريخ في ذلك الزمان يراد منه المشهد الكاظمي وهو في الكرخ الكاظمية أين؟ الكاظمية في أطراف الكرخ إنها مقابر قريش وفيها في سنة أربعمية وثمانية وأربعين أمر الخليفة بأن يؤذن بالكرخ والمشهد وغيرها الصلاة خير من النوم وأن يتركوا حي على خير العمل ففعلوا ما أمرهم به خوف السلطنة وقوتها فأخذت المساجد الشيعية وحتى في مشهد الكاظمين يؤذن بالصلاة خير من النوم في أذان الفجر ورفعت الشهادة الثالثة ورفعت كذلك عبارة حي على خير العمل هذا كله في أجواء السلاجقة ولذا فإن الطوسية لما ذهب إلى النجاف فعل الذي فعلته الشيعة في بغداد فكان يؤذن في النجاف في المشهد العلوي بالشهادة الثالثة الطوسي هو الذي منعها بحسب فتاواه في رسالته العملية النهاية وفي كتابه المبسوط هذا الكلام سنأتي عليه تباعا بحسب تسلسل الأحداث والوقائع التاريخية لكنني أشرت إلي لأن الكلام يرتبط به هنا وفيها في سنة أربعمائة وثمانية وأربعين أمر الخليفة بأن يؤذن بالكرخ في المناطق الشيعية والمشهد في المشهد الكاظمي وغيرها الصلاة خير من النوم وأن يتركوا حي على خير العمل ففعلوا ما أمرهم به خوف السلطنة وقوتها في السنة نفسها في سنة أربعمائة وثمانية وأربعين أقرأ عليكم من صفحة ثلاثمائة ثلاثمائة أو سبعة وعشرين هذا الحفل حفل زواج في هذه السنة في هذه السنة في المحرم جلس أمير المؤمنين القائم بأمر الله جلوسا عاما جلوسا عاما لقادته وإلا ليس جلوسا عاما للناس الذين هم يسيرون في الشارع فحينما يقولون جلوسا عاما هو في الحقيقة جلوس خاص محفل خاص هو عام بالقياس إلى بقية الأيام لأنه في بقية الأيام لا يعقد حفل زواج هو الآن يعقد حفل زواجه من بنت أخي طغر الباك في هذه السنة في المحرم جلس أمير المؤمنين القائم بأمر الله جلوسا عاما وحضر عميد الملك الكندري وزير طغر الباك وجماعة من الأمراء إلى أن يقول ثم خطب رئيس الرؤساء هذه عنوين لمناصب ومسؤوليات تجددت منها في زمان البويهيين ومنها في زمان السلاجق فكل مجموعة تأتي تأتي بمصطلحاتها ورتبها وعناوينها ثم خطب رئيس الرؤساء وعقد العقد على أرسلان خاتون واسمها خديجة ابنة داود أخي السلطان طغر الباك وقبل الخليفة الخليفة بنفسه النكاح يعني لم يوكل وكيلا عنه وإنما هو الذي قال قبلت النكاح وقبل الخليفة بنفسه النكاح وحضر العقد نقيب النقب أبو علي ابن أبي تمام هذا من العباسيين نقيب النقباء هذا من العباسيين يكون رئيسا على نقيب العباسيين وعلى نقيب الطالبيين وحضر العقد نقيب النقباء أبو علي ابن أبي تمام وعدنان ابن الشريف الرضي نقيب العلويين وأقضى القضاة الماوردي إلى آخر الكلام فهذه حفلة زواج حفلة عرس للخاصة من القوم للأمراء والزعماء من جملتهم نقيب الطالبيين عدنان ابن الشريف الرضي الذي كان يلقب بالشريف المرتضى مثل ما كان يلقب ابن طوسي بالشيخ المفيد تلاحظون أن المخطط يتحرك بنفس الطريقة وبنفس الاتجاه أطوسي أين لا ذكر له عادة في كتب التأريخ رجال الدين لا يذكرون إلا في الحاشية فكتب التأريخ تذكر رجال السياسة ومن هنا جاء ذكر والدي الشريف الرضي والمرتضى وجاء ذكر الشريف الرضي وجاء ذكر الشريف المرتضى وجاء ذكر عدنان ابن الشريف الرضي لماذا؟ لأنهم رجال سياسة وحكم إنه حكم كاذب يضحكون على العلويين والطالبيين لكن في الآخر إنهم رجال سياسة وحكم هم معدودون في رجال البلاط الشريف المرتضى كان صاحب ديوان المظالم كان وزير العدل وكان وزير الحاج كان أمير الحاج فضلا عن أنه كان نقيب الطالبي فهؤلاء رجال البلاط رجال السياسة والحكم لذا يذكرون هذا هو شأن كتب التأريخ إذا ما رجعتم إلى كل كتب التأريخ فإنكم ستجدون هذه الظاهرة واضحة التركيز على رجال السياسة والحكم أما رجال الدين فيأتي ذكرهم في الحاشية الطوسي لا ذكر له هنا لأن الذي يتحرك نيابة عنه هو عدنان ابن الشريف الرطي الطوسي جعله الخليفة الخليفة القائم العباسي القائم بأمر الله العباسي جعله جالسا على كرسي الكلام هذه درجة لا تمنح إلا لعلماء لعلماء السنة لكنهم يهيئون الطوسية لزعامة مذهب جديد سيكون أقرب إلى السنة منه إلى الشيعة إذا كانوا شيعة للعترة الطاهرة أما إذا كانوا شيعة للطوسي فلا علاقة لهم بالتشيع للعترة الطاهرة القائم بأمر الله العباسي الذي أمر الشيعة في مساجدهم في الكرخ وفي المشهد الكاظمي أن يؤذنوا بالصلاة خير من النوم ومنع الشهادة الثالثة ومنع حي على خير العمل هو الذي أجلس الطوسية على كرسي الكلام لو لم يكن عالما أتحدث عن الخليفة العباسي بأن الطوسية هذا ما هو بشيعي حقيقي هل كان أجلسه على كرسي الكلام الذي يمثل أعلى درجة علمية وأعلى درجة دينية في بغداد في الدولة العباسية كلها بحسب ما كان مرسوما في قوانين وأعراف الدولة العباسية فالقائم فالقائم بأمر الله العباسي الذي قمع الشيعة ومنعهم طقوسهم هو الذي أجلس الطوسية على كرسي الكلام وهذا وهذا الكرسي الذي قيل عنه من أن السنة حينما هجموا على بيته أحرقوه أحرقوا هذا الكرسي الذي كان يمثل رمزا أن يجلس عليه في درسه في محل درسه بمثابة كرسي لرئاسة الجامعة مثلا على سبيل التشبيه والتمثيل قضية رمزية لكنه لا يمنح لعلماء الشيعة وإنما يمنح لعلماء السنة فمنحوه لأطوس أطوسي ذكر بعض الباحثين ولا أملك دليلا على هذا إلى هذه اللحظة لكن من مجمل الوقائع يمكن أن يكون هذا الكلام صحيحا من أن الطوسية خرج من بغداد منذ بداية فتنة البساسير فتنة البساسير بدأت طلععها الأولى سنة 446 للهجرة في صفحة في صفحة 317 من الكتاب الذي بين يديه في أحداث سنة 446 هكذا وردت في شهر رمضان من هذه السنة من سنة 446 للهجرة في شهر في شهر رمضان من هذه السنة ابتدأت الوحشة بين الخليفة العباسي والبساسيري البساسيري شخصية سياسية وعسكرية في بغداد كان مملوكا تركيا من الأتراك لكنه كان ذكيا ونابها فصار ما صار له من الشأن السياسي والعسكري في بغداد في شهر رمضان من هذه السنة من سنة 446 ابتدأت الوحشة بين الخليفة والبساسيري وسبب ذلك لا أريد أن أقرأ كل شيء وسبب ذلك أن أبا الغنائم وأبا سعد إلى آخر الكلام هناك من التفاصيل السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تحرك الأحداث والوقائع أنا لا أريد أن أقرأ التأريخ كله إنما أأخذ لقطات ترتبط بحديث الذي أحدثكم عن كي أرسم لكم لوحة عن الواقع الذي تحرك فيه الطوسي ونشأ فيه هذا المذهب الطوسي الضال القذر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر